عباد الله يقول الله جل في علاه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل نعم عباد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله سلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن واله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا والشاهد لا يكون إلا عدلا والمبشر لا يأتي إلا بخير والنذير لا ينذر إلا من محبة وخوف على من ينذرهم يقول الله لنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عباد الله ما قامت هذه المنابر ولا تشرفت إلا يوم أن كان أول من اعتلاها هو محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأثم التسليم كان إذا صعد المنبر هز المنبر هزع وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش حتى يقول الصحابة أواقع المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وارتقى في سلم العبودية حتى وصل إلى سدرة المنتهى يوم أن أسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشف بالبدر أو كالجند بالعلم ما أقسم الله ما أقسم الله بحياة أحد من البشر إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول ابن عباس ما خلق الله وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره إنه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سيد ولد آدم ولا فخر وأول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر اسمه محمد مشتق من الحمد أي أحمد الناس لربه وأبوه عبد الله من العبودية لله وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن يقال عبد الله ورسوله وهو الذي أتى بدين العبودية الخالصة وأمه آمنة من الأمن وقد أمنه الله على وحيه ودينه كما كانت شريعته أمنا وسلاما وحاظنته أم أيمن من اليمن والبركة ومرضعته حليمة وحليمة من الحلم وكلها صفات قد اكتملت في شخصيته صلى الله عليه وسلم ولما كان خاتم النبيين فوجب أن تكون شريعته أكمل الشرائع وأن تتوفر فيه صفات جميع الأنبياء والمرسلين نصب إلى الشافعي رحمه الله قوله ما أوتي نبي معجزة ولا قضيلة إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها وأعظم منها يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل القرآن سبحان من زكى سمعك وبصرك سبحان من زكى سمعك وبصرك واصطفاك سبحان من جعله أكمل صفات البشر في صفاتك وأكمل أخلاق البشر في أخلاقك أنت الذي قال لك ربك وإنك لعلى خلق عظيم وأنت الذي قلت عن نفسك أدبني ربي فأحسن تأذيبي وأنت الذي قلت عن نفسك أدبني ربي فأحسن تأذيبي يقول عنك حسان وأحسن منك لم ترطط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اعترف بعظمتك القاصي والداني حتى الذين أنكروا نبوتك لم ينكروا عظمتك وأنت لست بحاجة إلى شهاداتهم أو تزكياتهم اسمع ألصاب أغلى وأحلى البشر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان ليلة مقمرة لا غيم فيها وعليه حل حمرا فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو كان في عيني أحلى من القمر يقول كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر وتقول الربيع بنت معوذ لمحمد ابن عمار ابن ياسر تقول له لو رأيته يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الشمس في أبراجها طالعا لو رأيته يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الشمس طالعة في أبراجها ويقول أنس رضي الله عنه واصفا حبيبه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم متوسط الطول إلى الطول أقرب ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون أمهق أي أبيض شرب بحمره ويقول جابر رضي الله عنه كنت إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل مشرب العينين بحمره ويقول علي رضي الله عنه واصفا إياه صلى الله عليه وسلم يقول كان في الوجه تدويض أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفاء ما أحلى وما أجمله يقول أهل العلم إن كان يوسف عليه السلام أعطي نصف الجمال فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي الجمال لكل أحسن عن الحسن ابن علي عن خاله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين أزج الحواجب أي مقوس الحواجب سوابق في غير قرن أي حاجب تام طويل بلا اتصال بين الحاجبين وبين الحاجبين عرق يدره الغضب أي يمتلئ ذلك العرق دما إذا غضب وما كان يغضب لنفسه قط إنما يغضب لحدود الله إذا انتهكت يقول الحسن مواصلا وصفه لجده صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين أي طويل الأنف له نور يعلوه تهل الخدين ظليع الحم أشنب ويقول ابن عباسل رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين وكان إذا تكلم رؤيك النور بين ثناياه وذكر علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس واللحية اسمع يا من تحلق لحيتك ولا تريد أن تتشبه بنبيك صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال أطلق اللحاء أسدل اللحاء أكرم اللحاء أو كن لحاء لا تتشبهوا باليهود والنصارى وكان شعر رأسه كما قال أنس رضي الله عنه بين الشعرين لا صبق ولا جعد بين أذنيه وعاتقه يضرب منك بين وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء يا الله فأمله الصحابة تأملا وملأوا أعينهم منه وما كانوا يشفعون من رؤيته دخل صلى الله عليه وسلم يوما على أحد أصحابه ووجده مهموما مغموما فقال له ماذا دهار وما الذي أهمك فأخذ المحب يبث أشواقه فقال يا رسول الله لقد أهمني أمر عظيم وهو أننا نكون معك ونشتاق له ويزيد شوقنا لك فكيف إذا مت أو متنا وفارقنا كيف إذا كنا من أهل الجنة وكنت أنت من أعلىها منزلة كيف نراك بل كيف لو كنا من أهل النار وحرمنا رؤياك فبشره الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا المرء مع من أحب فهل نحبه حقا هل نحبه حقا كما قال لنا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه وولده وماله والناس أجمعين تأمل والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي اسمع يا مشتاق مزيد من الأوصاف للمختار عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى وما مسست حريرا ولا ذيباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكن ولا عنبرا أطيب رائحة من رائحته صلى الله عليه وسلم ومع عرقه صلى الله عليه وسلم لأم سليم رضي الله عنها خبر من أجمل الأخبار يقول أنس رضي الله عنه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال أي نام لوقت القيلولة فعرق وكان كثير العرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسل العرق فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعي قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب إيوالله لا يخرج من ذلك الجسد الطاهر إلا أطيب الطيب في صحيح الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم في يوم بذب صف الصفوف وكان بيده قدح أي سهم يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية وهو متقدم في الصف فطعنه في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد فقال السواد يا رسول الله أوجعتني أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني من نفسك أي اجعلني أقتص منك فقال له صلى الله عليه وسلم لك ما أردت اقتص لنفسك وعرض نفسه له فقال يا رسول الله لكن بطني كان مكشوفا فلابد أن تكشف بطنك فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص لنفسك يا سواد الله أكبر القائد الأعلى وقائد القوات المسلحة يعرض نفسه للقصاص لجندي من جنوده وأماء ومرأة ومسمع جميع الجنود فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص لنفسك يا سواد فما كان من الجندي إلا أن اعتنق بطن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يملغ وجفه ولحيته في بطنه فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد فقال يا رسول الله حضر ما ترى يعني حق وقتال ولا ندري نحيا أو نموت فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير عباد الله استكمالا استكمالا لوصفه صلى الله عليه وسلم لابد من ذكر خاتم النبوة الذي في ظهره فقد جاء عند مسلم من حديث جابر يقول فيه ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشفه جسده وفي وصف آخر عند أحمد من حديث عبد الله بن سرجس قال ورأيت خاتم النبوة في نقض كتفيه الأيصر كأنه جمع فيه خيلان سود كأنها التلاليل وفي وصف آخر شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عرف فرص قالوا والحكمة في الخاتم أنه آية وعلامة ذكرها الله في كتب اليهود والنصارى وقالوا أيضا أنه لما كان قلبه صلى الله عليه وسلم ملئ حكمة وإيمانا كما في الصحيح ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو ذرا إنه إنه معلم البشرية وهذه إنه معلم البشرية وهذه جمع القوة والعدل والشدة في الله وكان ألين الناس وأرق الناس وأرحم الناس بالناس ومن أشدهم حياء قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم رحمة فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة عند مسلم من حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وفي حديث آخر أنا رحمة مهدأة ولم تكن رحمته قاصرة على البشر بل حتى على الحيوانات عند أبي داود من حديث بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخ حمر طائر صغير كالعصفور فأخذناهما فجاءت الحمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرض تضرب بجنافها في الأرض فقال من فجع هذه بفرخيها من فجع هذه بفرخيها قال قلنا نحن يا رسول الله قال ردوهما رحمة بها قال ردوهما رحمة بها ولها فرددناهما إلى مواضعهما الله أكبر اشتكت له أم الفراخ اشتكت له ورفعت له شك والظلم والجو لأنه حامل لواء العدل وسماه الله رؤوفا رحيمة اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي لم يجتمع لبشر سواه واجه قومه بدعوة تتصدع من حول وقعها الجبار ولقن قوى الشرك والظلم والطغيان دروسا لن تنساها مدى الزمان يقول هرقل يا أبي سفيان بعد أن سأله عنه وعن أخباره وعن صفاته فلما استوثق منه ومن صدقه قال هرقل لئن صدقت فيما قلت ليملك النموضع قدمي هاتي ولو كنت عنده لغسلت قدمي كان صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه جاء لهذه الحياة ليغيرها وليصحح مسارها وأنه ليس رسولا لقريش وحدها ولا إلى العرب وحدهم بل رسول الله إلى الناس كافة من الطفولة إلى الأربعين طهر ونقاء ومن الأربعين إلى المماث جهاد ومضاء كتاب مكشوه كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم كتاب مكشوه من المحيا حتى المماث كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم ما كذب على الله أربعين سنة ما كذب على الله أربعين سنة قبل النبوة أيعقل أن يكذب على الله بعدها يوم أن تحمل الأمانة وكلف بالرسالة جاء إلى خديجة جاء إلى خديجة خائفا يقول زملوني زملوني فقالت بكل ثقة لأنها تعرف طهره وعفافه والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتستق الحديث وتعين على نوائي بالحق علمت رضي الله عنها أن من يتصف بهذه الصفاء لا يخذل أبدا فلما سمعت خديجة رضي الله عنها كلامه وطمأنته وهدأت من روعه انطلقت به إلى ابن عمها ورقه ابن نوفل وكان قد تنصر عنده من العلم ما عنده فلما سمع كلام خديجة رضي الله عنها قال رحمه الله وهو خائف وجل قدوس قدوس والذي نفسي بيده لئن كنت صدقت يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة لئن كنت صدقت يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليأتي كالناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى عليه السلام وإنك نبي هذه الأمة ولتؤذين ولتقاتل ولتنصرن بإذن الله ثم قال ورقه واسمعوا يا شباب ثم قال ورقه واسمعوا يا شباب اسمعوا الشيخ الكبير الذي ذهب بصره اسمع ماذا يتمنى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت فيها جذعا أي ليتني كنت فيها شابا والله لأنصرنك نصرا مؤذرا ثم أخذ برأس النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال ليتني معك ليتني معك حين يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال ورقه رحمه الله ما جاء أحد بمث ما جئت به إلا عودي وما لبث ورقه بعدها إلا قليلا فلما تنزل قول الله يا أيها المدتر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر قال صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات وأن لا زمان النوم يا خديجة فجهر بدعوة الحق وهو الوحيد الأعزل وقام بدين الله وقام بدين الله وبالدعوة إليه ما لم يقم به أحد وأوذي في الله ما لم يؤذى قبله أحد وقاس الإضطهاد والعذاب هو الأتباع يقول لهم صبرا إن موعدكم الجنة يقول للأكباع صبرا إن موعدكم الجنة كل هذا لتحرير البشرية من وتنية الشرك والضمير وضياع المصير قاس من أهل مكة ما قاس آذاه أهله وأقاربه ووصموه بالكذب والسحر والشعودة فما زاده ذلك إلا ثباتا ويقين ولما رأى أصحابه القلة القليلة يهانون ويعذبون ويضطهدون أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ربقى في مكة وحيدا يواجه قوى الظلم والطغيان فما وهن وما استكان فلما رأوا ثباته ساوموه وعرضوا عليه الملك والنساء والمال فجاهدهم بالقرآن عرضوا عليه الملك والنساء والمال والسلطان فجاهدهم بالقرآن كما قال الله وكما أمره ربه تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا ولما هددوه وتآمروا عليه قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه فلقد سرت مصر النجوم همومه ومضت مضي الباطرات عزائمه فلما ماتت خديجة المثبتة له بعد الله ومات عمه الذي كان يحميه خرج للطائف يعرض عليهم عزة الدنيا وشرف الآخرة فاستهزأوا به وآدوا فقال له أحدهم أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله إن كان الله بعثك بشيء قط وقال الآخر والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا لأن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك وقال ثالثهم وقال ثالثهم قال له الله أعجز الله أن يرسل غيرك فلما آيس منهم قال لهم أكتموا أمري فقدروا به وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم وقعدوا له صفين على طريقه فأخذوا يضمونه بالحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة وهم يستهزئون ويسخرون وخرج بائما على وجهه لم يفق إلا في قرن المنازل يقول بأبيه وأمي فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فيها فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداه ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال الرحمة المهدى بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله من يعبد الله فوحته ولا يشرك به شيئا يا الله أبعد أن آذوك أبعد أن آذوك وشتموك وأدموا قدميك ونالوا ما نالوا منك من السخرية والاستهزاء تعرف على فدايتهم وإنقاذهم بدلا من تجميرهم وحلاكهم سلوا مكة ورجالها سلوا الطائف وجبالها سلوا مكة سلوا مكة ورجالها وسلوا الطائف وجبالها عن عظمة سيد البشر والرجال والله والله مهما تكلمت الأفواه أو سطرت الأقلام فستظل كأنها لم تبرح مكانها فمن ذا الذي يستطيع أن يصف أو ينصف عظمة سيد ولد آدم ومهما خطت له الصحائف وألفت المؤلفات عن شخصيته وحياته فإنها ستسقط على استحياء لأنها لا تستطيع أن تستوعب بصفحاتها مهما كثرت جانبا واحدا من عظمته فلقد بلغت ذجا بجماله وبلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله فصلوا عليه وآله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وصفيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه اللهم ازعنا محمد خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم لا تحرمنا رؤيتك واتباع فنته ونصرة دعوته اللهم أوردنا حوله واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه